تراجع ادوارد سنودن المتعاقد الامريكي السابق مع وكالة الامن القومي الامريكية والمتهم بالكشف عن برنامج امريكي سري لمراقبة الاتصالات تراجع عن نية البقاء في روسيا بعد اطلاعه على موقف الرئيس بلاديمير بوتين وشروط البقاء لا تزال قضية ادوارد سنودن الموظف الامريكي السابق بوكالة الامن القومي والمتهم بالكشف عن برنامج امريكي سري لمراقبة الاتصالات تتصدر الاحداث عقب تراجعه عن نية البقاء في روسيا اثر اطلاعه على موقف الرئيس بلاديمير بوتين وشروط البقاء وكان سنودن قد قدم طلب اللجوء الى روسيا الاحد الماضي وكان بوتين قد صرح بانه اذا كان سنودن يريد البقاء في روسيا فيجب عليه الكف عن نشاطه المناوئ للمصالح الامريكية وفي هذا السياق قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف في اعقاب لقائه مع نظيره الامريكي جون كيري في بروناي ان قضية سنودن لم تناقش خلال هذا اللقاء في غضون ذلك اعلنت الخارجية النرويجية ان سنودن طلب اللجوء السياسي في النرويج من جهة اخرى قالت الخارجية الامريكية ان سنودن ما زال مواطن امريكيا ويتمتع بكافة حقوقه ومنها الحق في محاكمة عادلة ولم يتطرق البيان الى برامج التنصة الامريكية على مؤسسة اوروبية مواضحا ان واشنطن سترد على شركائها عبر القنوات الدبلوماسية وبحسب موقع ويكيليكس فان سنودن طلب اللجوء السياسي الى 21 دولة من بينها الاكوادور وكوبا وفنزويلا والبرازيل والهند والصين والمانيا وفرنسا واتهم سنودن الرئيس الامريكي باراك اوباما بالضغط على الدول التي يطلب حمايتها وقد اثارت المعلومات التي كشفها سنودن عن المراقبة الالكترونية التي تقوم بها الولايات المتحدة في العالم جدلا كبيرا في اوروبا بعد نشر معلومات عن التجسس على اتصالات الاتحاد الاوروبي فيما دعا الرئيس الفرنسي فرنسو اولاند الاتحاد الاوروبي لا تبني موقف موحد من اتهامات الموجهة الى الولايات المتحدة بشأن عمليات التنصط على البعثات الدبلوماسية الاوروبية اشتركوا في القناة